الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وعلى دبال الليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كفار إلا آخر كفارته ديب فتح مكة الفتح الأعظم ديب حمس حلقة قابة الليت من الحلقة 145 يوم ديب صلاة الفتح ديب نتاقيتو بلال يؤذن على ذهر الكعبة وإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديب مكة وهدم عزة وسواع ومنات اللوم لأرهد اللوم لعبدالله علوكم سليو النبي صلى الله عليه وسلم ديب بني يذيمة خالب من وليد للأكا ديب لننتاقيتو سلاة الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دوحن في بيت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها فاقتصلا وصلى ثمانية ركعات سلاة الفتح يسلم في كل ركعتان اللي جيب صحيحة البقائرة رحلاته وكانت أم هاني قد أجارت حموين لها وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني بلال يؤذن على ذهر الكعبة وحان وقت صلت الظهري فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن على ذهر الكعبة وكان ذلك بمثابة إعلان عن ذهور الإسلام فقد راعى ذلك المسلمين بقدر ما أغاذى المشركين الكفار والحمد لله رب العالمين إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولما تم فتح مكة تخوف الأنسار أن يقيم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بلده وبلد عشيرته وقومه وذلك حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السفر رافعا يديه يدعو فلما فرق من الدعاء قال لهم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم فأطمأن الأنسار وذهب خوفهم وفرحوا نعم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يجدد المعالم الإسلام ويطحرها من آثار الجاهلية وقد جدد أنصاب الحرم ونادى مناديه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره هدم عزة عزة واحد من الأسنام اللي كان يعبدوا من كبار الأسنام العزة والسواع ومناتا ثلاثة ديل ولخمسة وعشرين من رمضان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ثلاثين فارسا إلى نخلة إلى منطقة اسمها نخلة نخلة يعني ليهدم العزة وهيكلها فتوجه إليها وهدمها وكانت أكبر أسنامهم هدم سواع ثم أرسل عمر بن العاص رضي الله عنه في رمضان نفسه لهدم سواع وهو أعظم سنم الهزيل كان هيكله برخاطي على أقرابة 150 كيلو متر الشمال الشرقي مكة فذهب إليه وهدمه وأسلم سيدنه لما رأى من عجزه لما رأى من عجزه هدم منات ثم بعث سعيد بن زيد الأشهل رضي الله عنه في رمضان نفسه إلى منات في عشرين فارسا وكانت بالمشلل عند قديل ويسنم كلب غزاعة وغسان والأوس والخزرج فأتاها وكسرها وحدم هيكلها ثم بعث خالد إلى بني جزيمة ثم بعث خالد بن وليد في شهر الشوال إلى بني جزيمة ليدعوهم إلى الإسلام ومعه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبن سليم فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا سبعنا سبعنا فقتلهم وأصرهم ثم أمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره فأبى ابن عمر وأصحابه ذلك ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال مرتين اللهم أبرأ إليك مما سنع خالد ثم بعث علي رضي الله عنه بمال فأدي قتلاهم وأعطى بدل ما ضاع من أموالهم وفض فضل فتركه وفضل فضل من المال أو فضل من المال فتركه وكان بين خالد وابد الرحمن بن عوف كلاما وشر لأجل ما فعله خالد فلما رجعوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت ما أنفقته في سبيل الله ما أدركت قد وت رجل من أصحابي ولا روحته النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هاني أتى قوح وطحة أباط وداء وسماء ركعة السلاة في ركعتين كالسلام السلام عليكم اللي برعلا سلم على ولا هاني سالة الفاتح سماء النبي صلى الله عليه وسلم كم سليه أم هاني كرؤتنا فرع لهم عبعت على دي بيت وتأجر ودور تهم على تمنا حميت وعلي بن نبي طالب هاني قلقت لهم حاول النبي صلى الله عليه وسلم بيلي دي بكل بيك ودي بأي بكل اقوح نعمة عيبنا وسامح نوع عقين وبيلي وطوال مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم سبت دهوركم سلتم المت بلال من رباح رضي الله عنه الدم بيلي وبلال من رباح الذنة دي بك بدا كعب ذنة رضي الله عنه لمسلمين فرحوا استبشروا لمشركين اللي قيز وشوية يبا نفس الناس او النبي صلى الله عليه وسلم ان لو حردي مكة تقصة لكن الانصار فرح لو المدروته ومدر عدوته ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم انصار لتقصة بيلي لو كد لا تصف لبقاء لبقاء على من دعاكم سل فرقاء ومن باعتكم سل فرقاء يعني ولا بيلي حياة مسل كمتا ولا مات مسل كمتا بيلي وبيلا لمهاجرين لانصار اطمئنو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبر تباكم وقال لك بات وحسن سعي يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم دي مدينة لي عفو سعي قال النبي صلى الله عليه وسلم دي مكة المكرمة وقال فاتح ولا اثار ما يجا هلت اللي المح على وربي فرح اللي بلهم على والحرام وبيلا الامن وابن البي صلى الله عليه وسلم للأم من كاين اي سنم دي بأبياتكم للصبور ووركوبي اليوم وحقوه يعني سلس سنم على التعباده دي بقريش اللي العزة وسواع ومنات دي ب يوم 25 رمضان خال بن وريد لأكاك اللي العزة اللي بولو دي بمنطقة النخلة اللي بولعلت قيساك اللي هدمو وصابرو وانتهو منو كمسال يقول السواع كمان للسنم اللي تعباد لعلا عمرو بللحاص لأكا دي برمضان نفس السنة دي با واللي هيني زي 150 كيلو قبع على دي بشمال ما كمان تقد دي با على وهدمو والإنسان اللي سادن لانه خياد ما لانه لعلا كمسال حاجز دي بنا سيد هفح كمسال رأيو آمن ودي بإسلام أتى كمساليه برضو النبي صلى الله عليه وسلم اللي مناطق الهدم واللي هيني سعيد بني زيد الأشهالي اللي رأيكا دي برمضان دي بنفس السنة وإشيرين فارس عروباكو كجيسو دي منطقتنا يقريد علو اللي هيني بني كلاب وقزاعة وقصان والأوس والخزرة كلهم بتعبود علو اللي منات للأبولو ومطياء اللي فارس النبي الأكي سعيد وتمام هدى ما يؤبل كلما كطهر ومن أسنام لعلط اللي تعبود لعلط من دون الله خالد بن الوليد الأكيو دي بني جوزيمة وقال لهم هيني خالد قيسوا يوم ودي بإسلام دعوات قدمة وقل لهم باكو ثلاثمائة نفر وحمس علو وحمسة ثلاثمائة وخمسين نفر علو باكو خالد بن الوليد من مهاجر ومن أنصار وديق ومبني سليم وأسلم بني اليوم وثم هي سباء أنا سباء أنا بيلو ودير تمنعني أسلمنا أسلمنا كمسا ليوتا يعني لسباء يعني يعني ددنا إسلام بدل ما أسلمنا وليب له قالت فهم يوم خالد وطوال قاعدة اليوم وآسر اليوم وغركة أصير لقاعدة البيلا أموالهم نسأ وأغلهم نسأ و لصحابة منهم بن عمر بن عمر أبا ينين قاعدة البيلا وكمان أسألو اللهم أريد يورفعك اللهم أبرأ منك اللهم أبرأ منك اللهم أبرأ منك بيلا ودي بربي دعا ودى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب لأك بديت أي واحد لموتا كان ديئت الدفع و لا أخربوه كمان من أموال وإنس أو أموالهم بلصوا أغلهم ولمان لا بدأ دباع تحويض هبوهم ولمان لا ترفق كمان زيادة أدمن من أغلهم وكم سألو النبي صلى الله عليه وسلم مع وضيهم وفي نجي خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف حق يقب ديبلو ودهي لخالد لودي ديبلو دا عطر ديو خلاف حصلة في نجيهم وشو يشار حصلة في نجيهم ديبلو وكد اللا النبي صلى الله عليه وسلم بيليمه لني خالد زيائي ودي لما اللي هامي الأصحابات يتقربو يتأكدي ومدام منهم والله اللي دا بر ناي أحد كلو دهب قابل من على كندنس أكاو أور أورو منتعنا فقو حتى يعني السباحاتهم نادعقوا حقو لأقوا حتوم أو مساء لها لارهم دا لحيرهم مساء لمعيارهم منهم ويقب لالنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ديني لأصبتو وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الديني وبحياتهم وبمالهم وكل شيء دحو وولادهم ووالدينهم وكل شيء جلب عقيدتهم وقبائلهم وعدهم جلب دين لفقرهم الميزانهم والأكانتهم اللي يتغربوا ليتتنكفتا وعزة وشرف وشامتنا نحن المسلمين توم بلا دي با ختامنا يفتح مكبات حامل لنا إن شاء الله دي با حلقة تتمت في قزوة حينين دي با دي بقين رأيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا